تونس والموعد المهم اليوم ينتخب التونسيون سيدة قصر قرطاج خلفا للرئيس الراحل باجي قائد السبسي وذلك في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية منذ الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام زين العابدين بن علي أكثر من سبعة ملايين ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة مركز اقتراع في أنحاء البلاد كافة سيختار هؤلاء مرشحهم المفضل من بين 26 مرشحا رئاسيا مسجل أسماؤهم على أوراق الاقتراع رغم أعلاني مرشحين وهما محسن مرزوج وسليم الرياحي لانسحابه من الصباق لصالح عبد الكريم لزبيدي ولتأمين الموعد الانتخبي المهم وتحسبا لأي تطورات أمنية استنفرت الداخلية نحو 70 ألف من قوات الأمن 50 ألفا منهم وكلت لهم مهام تأمين المقرات ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف وتأمين نقل المواد الانتخابية والصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بينما كلف أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات وفي الخطط الأمنية أيضا تم تخصيص 159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب في ولايات الجمهورية كافة مدعومة بالمعدات والتجهزات اللازمة للتدخل عند حدوث أي طارق فيما تقوم الوحدات العسكرية أيضا بدورها في تأمين الحدود والتصدي لكل محاولات المساس بالأمن التنسي اختبار آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد نجاحه يبقى مرهونا بإقبال الناخبين ويقضة الأمن أما نتائجه فتبقى مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل تقارب فرص أكثر من مرشح وعليه فإن الاحتمال الأرجح هو أن تذهب الأمور إلى جولة ثانية شكرا